بعد العالمين مبارح انت لسه شاكك يعني انت لسه مستعد تمشي ورا ارجوزات الاخوان شوية ارجوزات والله العظيم ارجوزات ومش هقولك ارزقية الارزقية ده رجل بيجري ورا لقمة عيشه ورا رزقه الحلال دول شوية عيال قبيضة العيال القبيضة يقولولك انه العالمين وانت تصدق العالمين الابراج الملايين بيقولولك انها للناس العادية هقعى تصدق دول كذبي طب احنا خدنا بعضنا وروحنا صورنا مبارح صورنا اياه فان احنا مش صورنا اسكان اجتماعي ومتوسط وفوق المتوسط وفاخر وفوق الفاخر يعني طلعت زي ما احنا بنقول هي مدينة لكل الناس للعمال والموظفين والباشمهندسيين والدكاترة والأغنية والأثرياء ورجال الأعمال اتفضل اتفضل مدينة لكل الناس يعني ايه مدينة لكل الناس يعني فيها شواطئ من ابو غالي طبيعي مش فيه ناس اغنية عاوزة تدفع الفلوس يروح يدفع وفيه شواطئ من ابو بلاش وعرضناها برضو على حضرتك الناس تنزل تستمتع بالشط والبحر بتاع ربنا بلوشي من غير ولا ماليين عادي مدينة مش معمولة علشان طبقة ولا نخبة مدينة مصر بتبني مدن تحديدا الدولة بتبني مدن مش بتبني مشروعات سياحية صغيرة لأجل دخل ماه لأ مدن قال لك والأبراج دي مين اللي هياخد أنا شفت شوية أبراج كده اللي تحولت للأوتل مش عارف بقى مفعش أقول اسمه بقى عشان دقي عليه المهم أوتل جميع أوتل ابن لازينة أوتل حلوة قوي أوتل نظيف قوي شيك قوي موقعه حلو جدا مابني كويس جدا زاوية البنى نفسها زي ما كنت بقول لكم بارح تخلي أي نزيل في هذا الأوتل يشوف البحر مش حاجة اسمها نزيل ما بيشوفش البحر مثلا يعني أبي ابن الأبراج دي المين ومين اللي هياخدها دي راكنا مفيش حد بيشتري راح جاي شركة العالمية واخد الأوتل سلاموا عليكم الشركة العالمية تفتكر حضرتك يعني كده يعني بالعقل وبالاستنارة يعني متعلم يا متنور جاي تاخدوا ليه ليه يعني جاي تاخد تأليه عشان سواد عينينا مثلا ولا عشان هيكسبوا عشان هيكسبوا دفعوا الفلوس خد المبنى واضابوا بقى أوتل بس خلاص في ناس بتشتري في الأبراج هم أحرار هقولوا لا ما تشتريش لو النبي ما تشتري يا راجل دي غالية ما تاخدهاش الله عايز تشتري بالغاية ليه يشتري عاوز تشتري بأسعار أقل أقل بص مثلا المدينة الترسية اللي احنا بنتفرج عليها مع بعض على الهوى دي مكان بديع أنا من الناس اللي تحب المدنية القديمة جدا والطرز المعمرية اللي بدالشكل ده أحبها قوي 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 يعني أنا أحب الطرز المعماري المملوكي كويس والطرز المعماري الأوروبي اللي معمول بيه المدينة الترسية دي حلو اتفرج علي الناس هنا سيبك بقى منه أنا وزميلي كنا في الشمس وتعبانين وبتاع سيبك من كل ده الناس اللي شغالة هناك مبسوطة يا أخي العامل اللي واقف هناك ده في الشمس من صباحات ربنا للمغرب بيشتغل وهو مبسوط وفخور مش بيشتغل علشان هياخد يوميته ولا أسبوعيته ولا شهريته اللي ما هي آخر الشرق لأ كل ده حلو هو مبسوط العامل مبسوط سعيد فخور بمعنى أدق بمنتهى الدقة العامل فخور بأنه بيشارك في بنا مدينة كبيرة عظيمة هتبقى فخرة أو بقت بالفعل فخر المصر أمال الأشقاء والزعماء العرب كانوا موجودين هنا بيعملوا إيه لأنه المكان هنا يدعو للفخر الريس عزم بقلب تعالوا على العالمين اجتماعات ومشورات أخوية جميلة جايبين أربع زعماء ينورونا ولسه بالمناسبة في أكتر هي العالمين بس ولسه العالمين وهي شغالة العاصمة الإدرية شغالة المنصورة الجديدة شغالة حدث ولا حرج أنت عملت تنمية عمرانية ضعف اللي كان موجود في تاريخ مصر في تاريخ مصر مش في التلاتين سنة في تاريخ مصر مش هطول عليك أنا كل اللي هقدر أقوله لك شغل دماغك بس أدي كل الحكاية المسألة منتها البساطة شغل دماغك وما تستسلمش لشوية كلام فارغ اوعى تستسلم للي راح باع نفسه عشان خطر ياخد قرشين اوعى انت تتصدقه إزاي ده ما تقولي طيب ولا إيه على رأيي فقود المهندس مش كده ولا إيه